يترجل العار بين خطى الغزيين منعكساً على مرآة الإنسانية والكل يثبت عجزه عن إنقاذ ما هم فيه أينما يقلب الطرف في غزة وهي تباد منذ مئة يوم لا يسر الرأي والغزيون يغرقون تحت خط الإنسانية في حياتهم اليومية يعوزهم طعام وشفاء وأمن لا يحمل وجع الفقد عنهم أحد ولا ينفض عن موتاهم غبار الردوم إلا أيديهم المرتجفة فزعاً مما وقع ويقع نحو مئتي ألف وحدة سكنية انهارت منذ بدء الحرب إنها أكثر الحملات تدميراً في التاريخ الحديث أفق صحيفة الوارد ستريت جورنال سلب القلوب قبل البيوت ذاك الدمار والفقد يدفق الحرقة من كل المدامع مسارعون يبغون إدراك الحياة المستهدفة للكبير والصغير والرضية عاجزة للمشافي لكنها لا تسد أبوابها ولو لمنح ضماد تسعف بما أتيح لها الهياكل الصحية لكن العافية تبدو مغادرة لتلك الأمكنة بما أصيب به الغزيون من ضربات وأمراض وصدمات لا يلام من ابتغوا رحيلاً قبل الرحيل هم في الجوار من شمال غزة إلى جنوبها ينأون بمن تبقى من أهلهم عن مزيد من القصف المميت تقول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إن نحو 85% من سكان القطاع قد نزحوا عن منازلهم راحلون ومرتحلون يدقون مسامير الأمل في أمن قد ينطفض بقصف إسرائيلي في أي لحظة لا حسبان لأي مربع آمن في غزة المهمضة عين الإنسانية عنها منذ شهور في حاجة الغزيين لأبسط ما يقارب عيشاً كريما لا يهنون ولا يستكينون صغيرهم قبل كبيرهم يشقون على صعود إنسانية جمّة لكنهم مجمعون لن تعود إسرائيل من حربها الحالية حتى بخفي غزة